أظهرت وطائق نشرتها صحيفة الـ Guardian البريطانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلية نقل ما أسمتها بصلاحيات قانونية إلى مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وأوضحت صحيفة الـ Guardian أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل هذه الصلاحيات إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيل سوموتريتش مشيرة إلى تخطيط إسرائيل للبناء على 60% من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية وأشرت صحيفة الـ Guardian إلى أن الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي تغطي قطاع البناء والزراعة بسياسة وعد من لا يملك لمن لا يستحق تمضي إسرائيل دولة الاحتلال في محاولاتها الحثيثة لتمصي الهوية الفلسطينية وتغيير ملامح الضفة الغربية المحتلة عبر سياستها الاستيطانية التي تتواصل منذ عقود وتتناقل بين حكومات الاحتلال المتعاقبة وكأنها عقيدة تتوارث آخر محاولات الانقلاب الديمورافي في الضفة الغربية المحتلة تحدثت عنها صحيفة الـ Guardian البريطانية من خلال الكشف عن وثائق تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل ما أطلقت عليه بصلاحيات قانونية إلى المستوطنين الصحيفة البريطانية أوضحت أن تلك الصلاحيات نقلت إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش مشيرة إلى أنهم مسؤولون عن التخطيط والبناء في 60% من الأراضي المحتلة كما كشفت الوثائق أن الصلاحيات التي نقلها جيش الاحتلال تغطي قطاع البناء والزراعة كانت الـ Guardian قد كشفت في تقرير لها في شهر أبريل الماضي أن الحكومة الإسرائيلية سرعت بناء المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة منذ بدء أحداث السابع من أكتوبر الماضي حيث تمت الموفقة على المضي قدما في أكثر من 20 مشروع استيطانيا يضم آلاف الوحدات إذن هي محاولات لا تتوقف لاختلاع الشعب الفلسطيني الصامد من أرضه بل هي معركة بقاء يخوضها الاحتلال بسياسة فرض الأمر الواقع محاولات فاشلة يقودها الاحتلال منذ عقود من أجل تزييف التاريخ وقلب الحقائق لكنه يصطدم بأجيال متعاقبة من أيقونة الصمود وأصحاب الأرض